من بديهية الانتخابات وتنفس السياسي في الحالات الطبيعية أن يتشتت المشهد ويصعب على المراقبين التكهن بالنتائج لكن في حالة مثل العراق ووفق معطيات وتجارب فإن النتائج قد تكون معروفة أو مقررة على أقل تقدير وبحسب المشهد السياسي الراهن في العراق ذي المتغيرات الكثيرة ثم تثابت واحد فقط يقول إن إيران باتت المتنفذ الأبرز إن لم يكن الوحيد عسكرياً وسياسياً في البلاد بيدان تصوير الإعلام الحكومي ومن خلفه شركاء العملية السياسية إلى أن الانتخابات المقبلة ستمثل منعطفاً مهماً وحدثاً فارقاً في تاريخ البلاد يقابله رأي مغاير على الأرض حيث يغلب على العراقيين حالة من اليأس عبر استحضار نتائج التجارب السابقة في خضم عملية سياسية متراكمة الأزمات صحيفة وولستريت جونال الأمريكية نشر تقريراً تتحدث فيه عن دور إيران وتثيرها على العملية الانتخابية في العراق من حيث الخيبة المنتظرة من تحقيق أمال البعض فيما ظنوا بإمكانية إجراء تغيير عبر الانتخابات المقبلة بسبب تعدد القوى السياسية ونفوذ إيران في البلاد والمنطقة الصحيفة أشارت إلى أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران ستشارك كأحزاب في الانتخابات مستمدة قدرتها من ممارسة النفوذ السياسي داخل حكومة حيدر العبادي وخارجها ومعتبرت أن مساومات ما بعد الانتخابات للانتخابات نفسها هي التي ستحدد المسار السياسي للبلاد تقرير الصحيفة لم يأتي بجديد لكن الملفت في الانتخابات البرلمانية بنسختها الرابعة كما يرى مراقبون تتضمن أمرين الأول ما جرى من اجتماع وتشرذم للحلفاء والفرقاء أما الثاني فهي النبرة العالية للاعتراف بالتبعية لإيران على لسان قادة الميليشيات من غير مواربة وهذا ما يدفع البعض للقول إن يد إيران المتنفذة في العراق تجاوزت منطقة تأثير في القرار إلى صناعة القرار نفسه